وقعت الهيئة العامة للبيئة مع معهد الكويت للأبحاث العلمية اتفاقية تعاون لتنفيذ مشروع تطوير نظام انذار مبكر لحوادث الازدهار الطحلبي الضر والمد الأحمر ونفوق الأسماك في المياه الإقليمية الكويتية مشروع تطوير نظام الانذار المبكر يعتبر من المشاريع الهدفة للحفاظ على البيئة والوصول إلى أفضل الحلول للحد من التلوث البيئي وقع معهد الكويت لأبحاث العلمية اتفاقية تعاون مع الهيئة العامة للبيئة لتنفيذ مشروع تطوير نظام انذار مبكر لحوادث الازدهار الطحلبي الضر والمد الأحمر ونفوق الأسماك في المياه الإقليمية لدولة الكويت هذه المنظومة اليوم ستسام بشكل أساسي في رصد حالات نفوق الأسماك وحالات المد الأحمر والطحالب في دولة الكويت من خلالها سيتم النظر في أهم المؤثرات السلبية على حالة نفوق الأسماك كذلك وضع الحلول اللازمة لتكييف وتقليل هذه الحوادث سنويا تحت لدينا حالتين لنفوق الأسماك تقريبا يجب النظرة العلمية للسبل التي أدت إلى هذه الحالات ومن ثم إيجاد الحلول اللازمة لتقليل المؤثرات السلبية على جودة مياه دولة الكويت وأجدف الاتفاقية لتطوير مجموعة من الأدوات التحليلية البحرية مع دمج البيانات المتعددة للمصادر التي ستكون بمثابة نظام منذار مبكر لحوادث تكاثر الطحالب الضارة والمد الأحمر ونفوق الأسماك وتطوير نظام ذكي للرصد والتنبؤة الأمن الغدائي الشغل الشاغل حاليا للجهات الحكومية المختلفة وطبعا الثروة السمكية هي من الأهم جوانب الأمن الغدائي لدولة الكويت ونحن مثل ما كنا عارفين بالسابق الكويت واجهت العديد من المشاكل بالنسبة لفوق الأسماك ويسمى بالمد الأحمر وطبعا هذا سبب الضغط البيئي على المياه الإقليمية للكويت بالنسبة للتلوث وبالنسبة للظروف المناخية الشديدة هذه الاتفاقية تعتبر امتدادا للتعاون المستمر بين وعهد الكويت لأبحاث العلمية والهيئة العامة للبيئة في المجالات البحثية بهدف الحفاظ على البيئة عيش أحمد تلفزيون دولة الكويت